هو أنت ينفع لما جاب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم الماء في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله أكيد لا ده حتى المثل بيقول ادي لقش لخبازه يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة أميزديا أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك تصميم ومساكت فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هلوصلك بأميزديا لأميزديا بتوعك مساء الخير لكل السادة المشاهدين المشاهدي ومتابعي برنامج الناس والبرلمان أهلا بكم في حلقة جديدة معكم دكتور محمد عبد الرحمن اللي فعلا زي كل مرة وزي ما بقول لكم أنا كمان باستنياكوا زي ما انتم بتستنوني وبتنتظروا برنامجكم اللي ما وعدوا كل يوم اتنين من الساعة السامنة مساء طبعا المرة اللي فاتت والحلقة اللي فاتت كان موضوعها عن قانون الشهر العقاري النهاردة احنا كان المفروض بنكمل بس حصل حاجة جميلة جدا أثبتت لنا ان الموقع وان الصفحة وان الحلقة وان البرنامج وان كمان القناة مرصودة ومتشاهدة وبتنزل على مواقع المواقع دي يمكن سلبياتها أكتر من إيجابياتها وصفحات سلبياتها كتير جدا صفحات ممولة وتابعة للإخوان صفحات زي صفحة رصد وزي 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 ومن النهاردة كان عنوان حلقتنا النهاردة كان عنوان حلقتنا لأن أي حد دلوقتي بقى بيتكلم كويس أو بيتابع مشروع كويس أو إنجاز للسيد الرئيس وللحكومة بيتقال عليه مطبلاتي زي ما بيقولوا مطبلاتي إيه يعني مطبلاتي؟ لو هبقى بطبل لبلدي يبقى يتقال وكان فيه فيديو نزلوه واشتغلوا عليه الفترة اللي فات الترند إن إحنا تكلمنا مجموعة أنا ومجموعة من الزملاء في القنوات الأخرى تكلمنا عن قانون الشهر العقاري وكلنا شكرنا وحينا السيد الرئيس إنه هو استجاب لنبض الشعب أيوة إحنا عندنا نبض الشعب إحنا من برنامجنا بنوجه رسالة تحية ووجهناها المرة اللي فاتت ووجهناها دلوقتي علشان إيه؟ علشان التأجيل سنتين؟ لا ده مش عشان تأجيل سنتين بس لقانون الشهر العقاري ده عشان السيد الرئيس يهتم أكتر وأكتر بحال الغلابة وحال المطحنين في هذا البلد وهو ده اللي بيعمله السيد الرئيس فلما يعمل كده ويستجيب ما نشكرشي ما نقولش تحية لو هنبقى مطبلطية للبلد فأنا بقول لكم إحنا مطبلطية وأنا مطبلطي وأنا بظهر أهو يعني دي طابلة صغيرة هتطلع معايا النهاردة في الحلقة دي طابلة أطفال أطفال موجودة طابلة أطفال معلش يمكن إحنا البرنامج بتاعنا البرنامج بيكبر شوية لما نكبر أكتر الطابلة بتاعتنا هتكبر أكتر إحنا معنا طابلطنا أهي إحنا مطبلطية مطبلطية لبلدنا لأي مجهود وأي حد بيعمل شغل في البلد وإنجاز في البلد إحنا بنقوله أهو إحنا بنطبله إحنا بنفرح له إحنا بنظهره دور الإعلام إيه؟ غير إنه يظهر الجانب الحسن والجانب السيء برضو إحنا من برنامج الناس والبرلمان قلنا هنتبع أعضاء مجلس شعب وشغلهم يمكن ما نقدرش نحاسبهم دلوقتي لأن نبتدوا لسه لسه ما كان من ناش شهرين ما نقدرش نحاسبهم وندغط عليهم بس هنحاسب وكله هيتحاسب في برنامجنا وفي برامج كتير وتقشهات كتير بتتكلم على المسؤولين وعلى أداء الحكومة يمكن هنتكلم على أداء الحكومة الفترة الجاي إنما أنا بقول لصفحات الإخوان وألا وهو النهاردة النهاردة حلقة البرنامج أو عنوانها الموجود والمطروح ألا وهو الناس والبرلمان وبجاحة صفحات الإخوان لأن فعلا فيه فجاجة يعني أخش وتكلم بس مش لازم إن أنت ترفق كل فيديو وكل تريند وكل حاجة ترفقه بالطابلة أنت أرفقته بالطابلة على أساس إن إحنا بنطبل كان رئيسكو وكان مرشدكو وكان جماعتكو منكو فيكو وطول النهار والليل بتتكلمه وبتطبله علشان السيد الرئيس أو أو زي ما بيقولوا أو كبرهم صلوا معاه النهاردة العصر عملوا طب هو ده الإنجاز الصلاة عماد الدين في كل وقت الصلاة مش عشان واحد راح صلى أو واحد عمل حاجة إنجاز خاص بهم هما يبتدوا يطبل ده إنجاز خاص بالشعب اتكلم عن إنجاز خاص بالشعب اتكلم عن إنجاز خاص بالشعب يبقى هو ده اللي يتكلم لما تتكلم على إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجل القانون إن شاء الله هيأجله وإن شاء الله هيتم تعديله من مجلس الشعب وإحنا هنرائب القانون ده لحد ما يصدر ويصدر بحزافيره إنه يقف في جانب وفي صف الشعب سيد الرئيس بينزل ويفتتح مشروعات كتير إحنا بنقول سيد الرئيس وبننجده إنه يهتم بالفقير يهتم بالغلبان يهتم بالطبقة المتوسطة ونرجع نقول إيه طب ما هو إحنا بننجده طب ما هو عمل مبادرة حياة كريمة حقول لي مطبلاتي بقى طب أنا مطبلاتي هذه الطبلة أهيه أنا مطبلاتي أهو ودي الطبلة بتاعتي عمل مبادرة حياة كريمة ورصد لها أكتر من خمسمائة مليار هنقول ده من مال الشعب فعلا وهو قائم على هذا المال وهو بينفقه فيما هو واجب عليه الإنفاق نعم إحنا دلوقتي بنتكلم وزي ما قلنا فحلقات سابقة إنه بيتم مراقبة الرئيس نفسه بيراقب نفسه الرئيس نفسه ما بينامش وإحنا كمان بالرأب السيد الرئيس بالرأبه مراقبة وهو بيعملنا كمعاملة أب الأولاده وإحنا كمان من حقنا إنه إحنا نتابع أبونا بيصرف وبينفق فين وفعلا طلع بكل الشفافية وقال إحنا ننفق أكتر من خمسمائة مليار في مبادرة حياة كريمة للقرى القرى اللي موجودة في بقاع مصر وفي كل المحافظات القرى اللي موجودة وفعلا بينقصها حاجات كتير سيد الرئيس وعي لكده ومع مجموعة تكاد تكون وعي لكده يمكن في كل مكان في المتراخي وفي كل مكان في المتكاسل هو معروف كده ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن إحنا نحب نفرج سادة المشاهدين على التقرير لو هو جاهز لو جاهز دلوقتي في الإعداد تقرير التريند الصغير اللي نزلوه لما تكلمنا على قانون الشهر العقاري أول ما يبتدي وأول ما يجهز هنعرضه لكم علشان تتابعوا معانا الفقرة اللي تقال علينا إن احنا بنطبل أنا وزملائي كانوا حطين في الفيديو الأستاذ عمر أديب أستاذ أحمد موسى أستاذ إبراهيم عيسى وباقي الزملاء اه اتكلمنا على قانون الشهر العقاري طب لما نتكلم على قانون الشهر العقاري ونتكلم إن فيه إيجابيات طب ما وإحنا كان ممكن برضو نيجي نتكلم على إن فيه بعض السلبيات وأنا اتكلمت لو الناس متابع الحلقة تلاقييني قلت المفروض مجلس النواب ما يبتديش يخرق قانون إلا ما يبقى جاهز جاهز قانونك ويبتدي إطرحه ما تعملش اختبار للشعب ما تعملش اختبار للجمهور إنت بتختبرش نبض الشعب نبض الشعب قوي نبض الشعب قام بمجموعة من الصورات في وقت قليل جدا جابت لنا الخير اللي إحنا دلوقتي يشغالين فيه المجموعة من أول الرئيس لحد أصغر واحد موجود بيحب البلد لحدنا إحنا والحد العمال كل مكان بيحب البلد بخايف عليها إلا من لم يرحم ربي إحنا قلنا إلا من لم يرحم ربي اللي بيحبش بلده وبيخاف على بلده وبيطب اللي بلده أيوة اللي في الزمن ده لازم تمسك الحاجة الكويسة وتفرح بيها إحنا في الوقت ده الحاجات الكويسة مش كتير فلما تبقى موجودة لازم تفرح بيها في بلدك أو في بلاد تانية لأن الوطن العربي كله جزء واحد وأكيان واحد متكامل لما تيجي تتكلم عن السياسة هتتكلم برضو عن الرياضة هتتكلم عن الاقتصاد سيدة الوزيرة الدكتورة سيدة الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناع قالت إيه في مدخلة مع زميل في قناة الحياة قالت إن شاء الله الفترة الجاية هيصل إرادات مصر لأكتر من ميت مليار دولار سنويا إرادات مصر هنصدر وهنجيب من برة أموال سنوية ميت مليار دولار الكلام ده الكلام ده ناس كلها تفرح به جدا تفرح به بس لازم من هنا وبنناشد إن كل كلمة من مسؤول لازم تكون على قدر هذه المسؤولين يعني سيدة الوزيرة قالت الكلام ده فكل الإعلام هيبتدي يرقبه كل الإعلام هيبتدي يتابعه بعد سنة هنبتدي نتكلم ونقول دخل مصر واحد اتنين ثلاثة لإن السيد سيدة الوزيرة قالت كده لو لقدر الله ما حصلش كده إحنا كلنا بنتمنى من قلوب إن ده يتم عشان ده الخير للبلد لو لقدر الله ما حصلش كده يبقى نقدر نتكلم ونحاسب من هنا ونطالب السيد الرئيس بمحاسبة الوزيرة المسؤولة أو أي مسؤول حكومي في البلد إحنا إحنا دلوقتي بنطبل آه إحنا بنطبل للسيدة الوزيرة إنها قالت الكلام ده وإنها هتنفزه والمفروض إنها قالته وفق الخطة والستراتيجية معها خطة ومعها استراتيجية هتبتدي تنفز وتشتغل عليها يبقى إحنا موجودين علشان الإعلام موجود علشان ورسالته إيه؟ إنه يظهر الحق وما يحدش عنه ولو فيه باطل أو لو فيه سيء أو لو فيه حاجة يبتدي يظهرها علشان يعدلها وعلشان تتعدل وعلشان تصير في المصاري الصحيح القويم ومن هنا هنعرض الفيديو اللي كان نكتة وكانوا آه يعني هما بيسخروا من مني ومن البرنامج آه ما يعرفوش إن هذه السخرية هي نجاح وهي 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 الرسالة وشرف على صدري ووسام على صدري لإن هي مستخرية لإن لما يبقى إلا على باطل بينقودك يبقى أنت على الصح وإنت على الحق ياريت نسمع معنا الفيديو الصغير ده مساء الخير لكل سادة المشاهدين مساء الخير لكل المشاهدي ومتابعي البرنامج اللي بيستناكوا قبل ما انتوا تستنوا أنا معرفوش أصلا أنا فاكره جاي معاك والله موضوع الشهر العقاري حالة من الجدال واللغة التدور هذه الأيام في قانون الشهر العقاري كلام لأول مرة هيتقال دلوقتي مجل الشورى بتاع الإخوان برئاسة أحمد فهمي عمل الإضافة دي ومحمد مرش عيسى العياض هو الذي وقع هذا التصرق أولاً أهداف الحكومة أو الدولة من القانون ده لازم نقول إنه أهداف محترمة ونبيلة الدولة بتعمل لمصلحة الموارد أنا مش هكبرك تروح الشهر العقاري بس إنت لو مردت الشهر العقاري مش هينفع تتعامل مع هذا العقار مع مؤسسات الدول فانت وقفت حل العقار حالة الصورة واللي حصل في 2011 هو عادت صور مهلسى ما خمسة ادفع مش عالف كام وخمسين وسبعين طب مقصة الناس فهم هيعملوا إيه محتاج النهاردة تجيب كام طبلة مش واحدة كام واحدة كده تقول تطبل عليهم تطبيل تطبيل طبعاً الرئيس بينتصر اليوم بتوجيهاته الواضحة للحكومة بأن يتم إرجاء هذا القانون وتطبيقه لمدة عامين على الأقل فرصة من الشهر ولا اتنين ولا تسعة سنتين على الأقل لما قلنا موزجه خدوة مش عشان هو رئيس الجمهورية وأنا بجامله والله لا أجامل ولا أجمل شكراً يا رئيس شكراً يا رئيس بيقولك أنا سمعك هذا هو الانحياز للشعب والله هذا الرجل رزق شكراً يا رئيس متى نبت في ودينا كل هؤلاء ورجعنا لكو تاني بعد الفاصل رجعنا لكو تاني يمكن السيد أحمد موسى قال لو محتاجين أكتر من طابلة يعني معلش أنا جبت طابلة واحدة بس يعني ما جبتش أكتر من طابلة ده إحنا ليه إن إحنا لما نقول شكراً يا رئيس في حاجة اتعملت في ناس بتطلع تقول وتهاجم وتقول طب ما أنتوا اللي عملتوا القانون ولما تسحبوه أيوة فيها إيه فيها إيه لما ينزل حاجة والرئيس يسمع لنبض الشعب ويسمع لأن فيه ناس متضايقة وفيه ناس مضغوطة ويبتدي يسحب مش حسن ما يفضل موجود هو ده الأفضل ولا ده إيه ولا ده كان في تخبط المجموعة السابقة في تخبطات 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 وبدون تصليح وبدون رجوع لنبض الشعب إنما دلوقتي لما بقى عندنا رئيس ممكن يسمع لنا أيوة إحنا رجعنا تاني ورجعنا وتكلمنا وهنرجع ونتكلم على مشاكل الصرف الصحي اللي في العديد من القرى أنا أول من أوائل الناس الناس اللي تكلموا في مشاكل الصرف الصحي والقرى والترع وتبطنها إيه اللي بيحصل دلوقتي إيه اللي بيحصل دلوقتي ده عشان إحنا مسموعين الحمد لله لما نبقى مسموعين من مجموعات خارجة ومن مجموعات تنتقد وبتدور على الفاسد وعلى وعلى الغلط بس علشان تظهره يبقى أكيد الحكومة وانا وثق من دلوقتي إن الحكومة وإن الدولة بقيادتها بتشوفنا وبتبعنا يبقى أكيد ده اللي حصل طبطين الترع زاد أول فترة اللي فاتت محطات الصرف الصحي مبادرة حياة كريمة اللي اشتغلت دي دلوقتي كنا أول الناس الحمد لله اللي اتكلمنا عليها من شهور إن فعلا وانزلنا وصورنا تعطيل لبعض محطات الصرف الصحي اللي هنرجع نصور برضو زي ما صورنا التعطيل هنرجع نصور برضو إن فعلا ابتدوا يرجعوا ويشتغلوا فيها تاني يعني لما نقدر نقول شكرا سيادة الرئيس ولما قدر أقول من دلوقتي شكرا السيد محافظة الأليوبية أو شكرا لبعض المحافظين اللي نزلوا اشتغلوا يبقى أنا بطبل لا إحنا ببنطبلش إحنا زي ما بنظهر السيء بنظهر الكويس لازم تظهره ما هو أنت سياسة السواب والعقاب لازم تبقى موجودة وإحنا عقابنا آخرنا إن إحنا نظهره علشان خاطر السيد الرئيس هو اللي بإيده العقاب هو ولي الأمر ده بكل الأديان وكل الكتب السماوية قالت كده أنا مش بقول علشان هو رئيس وأنا بطبله لا ده هو ولي الأمر هو رئيس الدولة اللي المفروض بيبتدي يشوف مين اللي يستاهل السواب ومين يستاهل العقاب اضرب وكلنا بنقول اضرب يا سيادة الرئيس على المهمل والمقصر ولكن كافئ يا سيادة الرئيس لمن لم يهمل ولم يقصر اللي بيطحى منهم اللي ما بينامش اللي طالع عينيه في البلد وبيروح وبيصحى وبيشتغل ومش بيخاف على الكرسي بتاعه علشان عايز يكمل فيه لا بيخاف على الكرسي لأنه بيحب البلد ودي بتبان والله بتبان بل إنها بتبان في عنين الناس ما بالك بتبان بين شغله مش يفرح بخمس تلاف عربية قدامه خمسين ألف عربية وراه والناس تعبانة يوم جاي تعمل لك إيه؟ يعمل لك عاصمة إدارية يقول لك آه العاصمة الإدارية آه ما كانش وقتها وكان وقت لا أنت لو فكرته تلاقيه بيبعد الضغط عن أماكن زحمة وأماكن بتسبب التكدسات المرورية طب عدنا المرحلة دي نيجي نفكر في اللي بيحصل في مبادرة حياة كريمة عدنا المرحلة دي نبص نلاقي بعض المشروعات الخدمية اللي يمكن لو ما تعملتش بل إني جاي لها تمويل من أماكن تانية بيجي لها تمويل وبنتعب علشان نجيبها مش لازم يكون من جيبك بس لا إحنا كلنا مشاركين إحنا كلنا دايرة واحدة دايرة واحدة إحنا بنقولك يا سيادة الرئيس إحنا معاك إحنا معاك علشان التقدم علشان الخير يمكن فيه ناس هتتعب شوية ومن هنا أنا بقول للناس اللي هتتعب يا سيادة الرئيس تهتم بيهم خلي بالك منهم أكتر مبادرة حياة كريمة تبقى حياتين كريمتين تبقى مبادرة واتنين وتلاتة بناشط كل رجال الأعمال يقفوا مع البلد في الوقت دا الوقت دا وقت مهم جدا ودي طفرة مهمة جدا وصندوق تحية مصر ما تواجدش علشان خاطر زي ما بيقولوا الصفحات الأخرى والناس اللي بتحارب البلد اللي بيقولوا جاي علشان خاطر تنهب وعلشان خاطر تأخد لح صندوق تحية مصر له رقابة وله ناس مسؤولين عنه وبيحسبوا عليه وبيحسبوا منه وبيخافوا بيخافوا منه جدا صندوق دا بيتخاف منه جدا لأنه بيجي له تبرعات كتير ومدام بيجي له تبرعات كتير حط في دماغك إن أي تبرع أنا من هنا يعني كنت قاعد مع الدكتورة إيمان ريال نائب المحافظ بالأمس فبكنت بكلمها كالناس بتتكلم في مشاريع لأن هي مسكة جزء الاستثمار في المحافظ وتخصصها وشغلها ودماغها وهي متفتحة في الموضوع لما جينا نتكلم قالت أنا إحنا بناخد التبرعات ولازم نسجلها ما فيش تبرع يتحط معلش يا جماعة الطابلة كتهطوقة معلش أنا يعني أنا بتأسف لكل واحد بيقول عليها إن أنا بطبل معلش طابلة كتهطوقة لأ أنا بحافظ على طابلتي أهو أنا بقول كل واحد وبقول الدكتورة إيمان لقيتها بتقول نائب المحافظ بتقول لي يا دكتور محمد إحنا بأي تبرع لازم يدخل ولازم يتخذ بإيصال وعلينا رقابة كبيرة جدا ما بالك ده صندوق محافظة الأليوبية الصندوق الصغير ده يعني ما بالك كلهم بيخافوا من أي جنيه وأي حاجة بتدخل تبرع للصندوق بيخافوا منها ليه علشان فيه ناس بتحب القيل والقال مش أكتر ودول ناس بتتعب محافظة الأليوبية ياريت يهتم أكتر وياريت يهتم يرائب الشركة المنفذة للتطوير في محافظة الأليوبية الشركة التي تنفذ وتطور محافظة الأليوبية التطوير متأخر شوي عايزيني بقى أسرع عجلة الإنتاج يعني مدينة بنها كانت مدينة جميلة جدا وأنا منحز لها يمكن علشان مدينتي بس أنا بقول مدينتي الجميلة لازم ترجع مدينة جميلة ومدينة أجمل في ظل وجود ناس بتنزل وتتحرك فأنا لقيت الناس بتتبع كده وبتتبع الصندوق الصغير ده ما بالك بصندوق كبير سميه بصندوق تحيا مصر صندوق تحيا مصر بيأتيه تبرعات من كل مكان بيأتيه تبرعات من رياضيين ورجال أعمال ومن داخل مصر ومن خارج مصر بيتم المراقبة عليه الشعب نفسه يحس بشوية رفاهية ما هو أنت جاي في وقت مضغوط خارج من صورات ومضغوط خارج وده مش محتاج يا جماعة طبلة خالص ده مش محتاج تطبيل خالص يا جماعة ده محتاج دي الحقيقة هو ده الواقع إحنا خارجين من صورات خارجين من ديون كان معنا السيد الرئيس السابق أو الأسبق كان عندنا بنهتم بيقعد فترة طويلة أكثر من حوالي 30 سنة بيهتم أكتر بيقول بيهتم أكتر بالمواطن أنا لو همسك أو أي حد هيمسك رئاسة الجمهورية هيقول إن أنا عايز أطول وقت أكتر وادخل قلوب الناس هبتدي أرفحهم وابتدي أدلعهم وأقلل البنزين وأقلل القهربة وأقلل مش عارفين حاجات كتيرة هتبتدي تقل إنما كل ده هيبقى على حساب مديونياتنا وعلى حساب الضغط هل ده ما يمنعش إن السيد الرئيس يهتم بينا ويخاف علينا إحنا كلنا اللي بناشت وبنقول خلي بالك مننا أكتر يا رئيس استراتيجية لازم تبقى قوية لفترة الجاية استراتيجية إنها تبقى على الحد في المنتصف ما بين الدخل وما بين الخارج الانكم والاودكم هتبص هتشوف إيه اللي بيدخل من كله بقى من صندوق تحية مصر من الإرادات من الضرائب الشعب من الضرائب بتاعتنا من فواتير من إرادات من صادرات وواردات كل الكلام ده يتحط ونشوف إيه الخارج ويبتدي نشوف الموضوع ده هيقدي لتقدم مصر في خلال كم سنة في خلال كم سنة من قدام من دلوقتي من دلوقتي إحنا تقريباً معنا فاصل وهنرجع لكو تاني إن شاء الله بيجهزوا دلوقتي فاصل علشان نرجع لكو تاني لإن هنتكلم في موضوع مهم جداً في الفقرة التانية فقرة عن الرياضة وفقرة بتتابع الإخوان وبترد عليهم لإن إحنا مش بنهاجم إحنا مش هنهاجم إحنا هنعمل بعض الأسئلة للسيد الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي هنجهز نفسنا لتقرير مهم جداً بس بعد الفاصل نخرج فاصل ونرجع لكو تاني نجاح هو أنت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم المياه في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله أكيد لا ده حتى المسل بيقول ادلقش لخبازه يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة أميزديا أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك تصميم ويبسايت فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بألعمال بتوعك ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل رجعنا علشان نثبت لكل القائمين على صفحات خارجة عن السير وعن الطريق أو على الصراط المستقيم الخاص بدولتنا وبوطننا الحبيب نرجع نقول لهم إحنا مش بنطبل أهو إحنا هنلغي الطابلة دلوقتي في الفقرة دي دلوقتي وهنبتدي نتكلم عن الأستاذ الدكتور أشرف صبح اتكلمنا عن الدكتورة نيفين جامع إنها قالت واحد اتنين ثلاثة وقالت إن الصادرات هتبقى أكتر من مئة مليار دولار في كل عام إحنا نستنيين الكلام إن إحنا هيدخل لنا هل بعد سنة والبرنامج إن شاء الله مستمر معاكم وهيبقى أقوى بيكم وعيستنانا زي ما انتم بتستنوه وهنستناكم زي ما انتم بتستنوه إن الكلمة دي واضح إنها بتغزهم قوي أنا مش عايز أغيز حد ولا حد يغزني إحنا المفروض كلنا كيان واحد ومن هنا رسالة لكل المنشقين وكل الخارجين عن الصف ارجع لبلدك ارجع لوطنك ارجع حبها يا أخي ارجع حبها واعرف إن دينك بيقول إن ولي الأمر يطاع ولي الأمر يطاع ولي الأمر يطاع ومدام ربنا هو اللي ولاه ما بيبقاش أي حد اللي بيوليه ده بتبقى منحة بل إنها محنة احنا قلنا مئة مرة محنة الكرسي محنة عانى الله القائمين على الكراسي عانى الله كل إنسان قائم على كرسي عانى الله عليه عاناه الله عليه الرسول الرسالة والسلام بل والصحابة من بعده كانوا يخافون من هذا الكرسي بل إنهم كانوا بيقودوا لإننا عارفين إن ده وقت القيادة فما بالك لما ييجي واحد يقود في وقت فيه مشاكل وفيه صورات وفيه وفيه ضغط وفيه ناس عينها على بلدنا من كل مكان مش من جوه مش من بره بس لا من جوه كمان لما يبقى كل ده يبقى لازم إحنا كلنا ندعو لولي الأمر بصلاح الحال وباختياره حسن البطانة البطانة الصالحة ندعو له في صلاواتنا اختيار البطانة الصالحة لأن البطانة الصالحة هي التي تعين بس الحمد لله لما عرفنا إن قانون الشهر العقاري ما فيش ما عادش وقت طويل يبقى السيد الرئيس تابع وكان فيه بطانة صالحة وجهته ومن هنا إحنا أشدنا وشكرنا لما لما نيجي نتكلم دلوقتي على الأستاذ الدكتور ألا وهو أستاذي وألا وهو أكن له الكدير من الاحترام الكثير من الاحترام والتقدير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لما نيجي نتكلم عنه النهاردة ونيجي نقول بعض أقاويل من الناس أقاويل من أسدزة واللي موجودة بالمستندات وهو أشرف عندنا في جامعة جامعة بنها العريقة وتشرفنا به بإشراف رسالة لزميل وجيه ونورنا لكن سمعنا أنه هو زي ما بيقول أنه هو أستاذ في الإدارة وإحنا عارفين أنه هو أستاذ الإدارة الرياضية في كلية تربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان أنه هو برضو أشرف وتعامل وحضر منقشات كان مشرفا أو كان مناقشا لرسائل في أقصام أخرى وده ما ينفعش الناس تبعت الموضوع ده ما ينفعش تبقى أنت أنا دلوقتي دكتور أو مدرس دكتور في قسم أن أنا أروح أشرف على بحث ملوش علاقة خالص بالإدارة من هنا أكيد في بعض الأقاويل اللي تقال ومن هنا إحنا عايزين بس السيد الوزير أنه يتابع هذا الموضوع بل أننا بنكلم وبنتحدث وبنخاطب القيادة السياسية في بعض المشاكل وبعض الأشياء وبعض السلبيات التي أدت بخصارة مصر عديد من المناصب المناصب وتحدث عنها أيضا في بعض القرائد والصحف الرسمية التي تحدثت مثل رئاسة الاتحاد الأفريقي للإنقاذ كان مصر دخلة بكرسي أنها تبقى يبقى من عندنا مننا رئيس الاتحاد الأفريقي للإنقاذ زي كرة الطائرة بالضبط زي مشكلة كرة الطائرة وخسرنا المقعدين المهمين جدا وبنبارك للمغربي محمد علي غربال نبارك له برئاسة الاتحاد الأفريقي للإنقاذ ونبارك أيضا ونهني الأستاذة المصرية إنجي الشازلي برئاستها أو بفوزها على مقعد السكرتير العام للاتحاد الأفريقي ومعها والدها الكابتن سامح الشازلي طيب المقعد بتاع الرئاسة راح مننا ليه ما هو لازم نشوف لازم نتابع لازم نبتدي نكتب لازم ندون وراك السيادة الوزير نشوف إحنا خسرنا ده ليه وخسرنا في الطائرة ليه آه كسبنا في بعض الأماكن بس دي بتبقى حاجات فردية زي ما حصل لنادي الأهلي ويمكن بخصوص النادي الأهلي وأنه هو وصل وخاد وخاد البرونزية في دوري أبطال العالم وخاد كاس الأمم الأفريقية وحصل على الدور المصري وكاس المصري يمكن إحنا لما بنيجي نتكلم في الحتة دي هيتقال إننا بنتقد السيد الوزير إننا زمال كاو لأن فيه ترند عالمي دلوقتي موجود من الويت نايتس الويت نايتس الويت نايتس والمسؤولين والجماهير الخاصة بنادي الزمالك نادي الزمالك دلوقتي مثلا على صفيح ساخر بكل قياداته وإداريينه وجماهيره أنا يهمني نبض الشعب أنا من برنامج الناس والبرلمان بدور على الناس وأنا مش بدور على على جماهير أكتر زي ما السيد الوزير قال في بعضهم مأجورين أنا بقول إن أي حتة في العالم فيها بعض المأجورين والمرتزقة وديكم شفتوا صفحات إخوانية مرتزقة شغالة على هذه الفيديوهات وبتحب تكسب وتستفيد منها أنا بقول لكم أهو بقول للسيد الوزير زي ما قالها أستاذ دكتور قال أنا من المأجورين دول أنا راجل دكتور في الجامعة ومن المأجورين وبتابع سير السيد الوزير يمكن فيه ناس قالت اتكلمت قالت فيه أكتر من عشرة من عشر مساعدين للسيد الوزير ما هي الآلية عشر نواب ده غير المساعدين ومدير المكتب الفني أربعة تقريبا كل الناس دي ما هي الآلية التي يتم الاختيار اختيار النواب والمساعدين احنا نفسنا سيد الوزير ينورنا بمكلمة لبرنامجنا علشان يوضح لنا يمكن هيقول البرنامج بسيط أو أو ده برنامج من الشارع وبرنامج للناس والبرلمان واحنا بنوجه رسالة لنواب مجلس الشعب وللسيد انهم يسألوا انا مش عايز استجواء احنا مش عايزين استجواء احنا بنقول اسأل السيد الوزير اسألوا اللجنة الرياضية في مجلس الشعب تسأل السيد الوزير لان بيتقال علينا وعلى الاعلاميين كلهم او على مقدمين البرامج انا اصنف مقدم برامج بيتقال علينا ان احنا بنطبل احنا بنطبلش احنا بنشوفه نواجه وزي ما بيقول برضو وبيقوله ان احنا ان انا حيقوله ان انا زمالكاوي وان انا بظهر علشان قاطر نادي الزمالك لا فانا كانت مائي انا انت مائي اهلاوي انا اهلاوي قلبا وقالبا انا اهلاوي وده وسمع على صدري اشارة النادي الاهلي تمام انا اهلاوي لكن نادي الزمالك دول ايه ما هم مننا ما هم شعب مصر ما هم الناس والبرلمان ما هم الناس اللي جابوا البرلمان هم الناس اللي بيخلوا فيه وزير وفيه حكومة ولازم تساءل علشان قطر الناس دي احنا وقفين مع جماهير نادي الزمالك لا دا احنا وقفين مع الجماهير ومع ادارات ومعه 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 اي لفظ في الزمالك فيه مخالفات مالية عندك حق يا سادة الوزير حاسب واضرب ادرب يا ست الوزير لو في مخالفات مالية لو في اساءات لو في كلام وبزاقة بتطلع من اي حد اي حد لازم يتحاسب فيش حد فوق القانون حتى الوزير يا جماعة حتى الوزير فيش حد فوق القانون نهائي اي حد بيغلط في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اي حد بيغلط سواء كان وزير او غفير بيتحاسب بنطبل برضو نرجع نرجع الطابلة لا احنا ببنطبلش احنا دلوقتي بنتكلم بالورق وبالمستندات دلوقتي بنتكلم ما هي آلية اختيار السادة نواب والسادة المساعدين لمكتب السيد الوزير ما هي معظم الانجازات التي حدست التي كان مخطط لها يتم تحديد ما تم ما كان مخطط له سابقا في عهد الوزير السابق وما تم والتخطيط له في عهد الوزير الحالي وكلنا نقدر نرفع القباة ونقول شكرا يا سادة الوزير مدام انجزت ونقدر نقول مش هنقول كلمة وحشة ومش هنقول كلام لان احنا بنحب البلد ونفسنا البلد دي تنجح بكل وزراءها وكل حكومته الوزير ما هو الا انسان برضو لازم نراعي برضو انه بيتحب وانه بيلف وانا بقولها لسيد الوزير وزير الشباب الرياضة انه بينزل ويتحرك وبيلف وبيروح وبينزل فعلا في اماكن كتير جدا وانا شفته والله وشفته كتير وشفته في جامعات وشفته في اماكن بحصية وشفته بينزل وبيتحرك وبيتابع انما عايزين لجنة الرياضة بمجلس النواب تبقى اقوى من كده وكل اللي جان مجلس النواب الاقتصاد والسياسة والصناعة والزراعة كل اللي جان نناشد مجلس النواب المصري انه يشتغل على وزراءه وعلى حكومته يعمل استجوابات لكل الوزراء المقصرين او المخطئين او اللي اخطأوا حتى بدون قص علشان يقوموهم للطريق الصحيح احنا ما هو دهش هو ده درن ماشي واحنا بنشكر كل واحد بيحب البلد من هنا من برنامجكم الناس والبرلمان وبنقول نستناكم زي ما انتم كمان بتستنونا ان هي دي الجملة اللي بتغزهم شوية وبنشكر سيد الرئيس تاني وبنقول له اهتم اكتر بالشعب واهتم اكتر بينا وبنشكر كل مشاهدي برنامج الناس والبرلمان اللي هيفضل نستنيكم وما يفضل بيحبكم وما يفضل يخاف عليكم وإلى اللقاء في حلقة اخرى حلقة قادمة يوم الاتنين الساعة من مساء شكرا لكم